ألزمت سلطات التونسية مواطنيها بإثبات تلقي لقاح كورونا لدخول الأماكن العامة وأماكن العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة سيكون جواز كورونا مطلوباً لفترة أولية مدتها ستة أشهر من جميع التونسيين الذين تجاوز عمارهم ثمانية عشر عاماً إضافة إلى المقيمين الأجامل هذا وسيتم تشكيل لجان محلية لمراقبة الامتثال للتدابير الصحية إذن معنا من تونس لمناقشة هذا الموضوع الكاتب صحفي بسام حمدي أستاذ بسام مرحباً بك معنا إذن بعد فرض السلطات الحكومية جواز الصحي لكورونا يبدو أن هناك احتجاجات داخل الشارع ما حجم هذه الاحتجاجات وردة فعل التونسيين حيال ذلك مساء الخير فعلاً اليوم هناك تململ في الشارع التونسي بخصوص إجبارية جواز تلقيح كورونا خاصة وأن اليوم هناك خلل تقني وعطب تقني في ربما استخراج هذا الجواز وهذه الشهادة الصحية اليوم الكثير من التونسيون يعبرون عن حيرتهم واندهاشهم من الانتلاق في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي ينص على إجبارية هذه الشهادة الصحية دون التحذير ودون الإعداد اللوجستي والإعداد التقني الجيد إذن هذه الاحتجاجات يمكن أن ترتقي إلى حد عدم الامتثال لهذا القرار خاصة وأنه من الناحية اللوجستية اليوم ولحظنا حتى في اليوم أن هناك الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات غير جاهزة بالمرة لتطبيق هذا القرار علما وأنه كذلك الفئة العمرية التي تفوق خمسين سنة تقريبا غير قادرة على التفاعل الإلكتروني مع هذا المرسوم خاصة وأنه ربما الموقع الإلكتروني المخصص لاستخراج جواز التلقيح حصل فيه عطب منذ يومين وذلك ما تسبب في نوع منه التململ الشعبي من هذا القرار والرفض له وحتى أن هناك دعوات لتأجيل تنفيذه يعني تمنع الناس سيد بسام عن أخذ اللقاحات عن امتلاك هذا الجواز يضع الحكومة التونسية أمام أي موقف برأيك هو يوم أمس يعني مسؤول في الحكومة التونسية قال أنه صحيح سيتم الانتلاق في تطبيق المرسوم المتعلق بفرض هذه الشهادة الصحية لكن ستكون هناك مرونة في بعض المؤسسات العمومية بمعنى أعتقد أن المرسوم الرئاسي لن يتم تطبيقه بحذافيره ولن يتم خصم أجر الكثير من الموظفين الذين لم يتلقوا ربما التلخيح كذلك أعتقد أنه سيتم السماح لبعض التونسيين بالدخول إلى ربما المؤسسات العامة شرطا أن يكون على الأقل متوقين ولهم سبول الوقاية مثل الكمامات التبية أعتقد أن هذه المرونة ستستمر على الأقل لمدة شهر خاصة وأننا لاحظنا إجبارية الاستظهار بهذه الشهادة الصحية دفعت يوم أمس الكثير من التونسيين إلى التوجه إلى مراكز تلقيح كورونا وأعتقد أنه عدد المتلقين لهذا التلقيح سيزداد خلال الفترة القادمة باعتبار أن هذا المرسوم الرئاسي الذي يهدف إلى الوقاية ربما سيجبر الكثير من التونسيين على تلقي التلقيح حتى لو كانوا غير مقتنعين بسفة تامة لكن ربما الذي أحدث بعض الحيرة لدى التونسيين البيانة الصادر يوم أمس عن المنظمة غير الحكومية منظمة أناي قذ التي أشارت إلى أن هناك تلاعب وهناك خرقات في الموقع الإكتروني الخاص بجواز التلقيح وهو ربما أثار بعض البلبلة في سوف التونسيين الذين يتخوفون من ربما خروج معطياتهم الشخصية للعلن وكذلك أعتقد أن حتى تقرير منظمة العفو الدولية الذي نبه إلى هذا القرار أحدث نوع من الضجر لدى التونسيين ولكن سيد بسام ما الذي يمنع التونسيين الذين تراخوا عن أخذ هذه الجروعات من الذهاب للتطعيم ما الذي يخيفهم برأيك باختصاله سمعت هو في الحقيقة الواضح أن هناك الكثير من التونسيين أو على الأقل جزء هام من التونسيين لا يثق في مدى نجاعة التلقيح وهناك من يعتقد أنها ربما ستضر بصحته بعد سنوات طويلة لذلك لا يقبل عدد منهم على تلقي التلقيح أضف إلى ذلك حتى البنية التحتية والمؤسسات الصحية اليوم غير متوفرة في الكثير بناء المناطق ورغم أن الدولة وفرت هذه التلقيح حتى في المناطق النائية أو في المناطق الداخلية عن طريق القوات العسكرية أعتقد أن المرحلة القادمة سيقتنع فيها غير المتلقين للتلقيح بضرورة إجراء هذا التلقيح الصحي الوقائي من الفيروس الخطير شكرا جزيلا لك أستاذ بسام حمدي الكاتب الصحفي كنت معنا من تونس